السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل وسهلا بكم اعزانة الله وطليبات الصف الثالث الاهدادي مع درس جديد من دروس اللغة الانجليزية والنهاردة معدنا معد سامبل تيست فورتين متحان الاربعتاشر من كتاب المعاصر مراجعة النهائية عشرين واحد وعشرين وانيبدأ نقول بسم الله اول سؤال الامتحان هو سؤال بتوين رمضان بيتكلم مامته رمضان بيكلم مامته على حفلة مدرسية فرمضان بيقول وضح ان الام خضرها الغدا فرمضان قال لها شكرا جدا انا شبعان شبعان انا مش هقدر اتناول الغدا وضح ان رمضان اول مرة يقول انا شبعان تقول له مش مصدقة لانا سمعته في سؤال لها لان مدرسة عندنا كانت عاملة حفلة كلنا كلنا واجبة لازيزة جدا وضح انفوق لهم تقول له عندنا وليه مش هتقدر تاكل لها عندنا لما لا تريد ان تأكل او ليه لن تستطيع ان تتناول الغدا فالام قالت what did you eat كلت وايه طبعا مدرسة وحفلة مدرسية ممكن نقول بعض الاكل اللي ممكن يكون في الحفلات فقال I ate pizza and cakes I ate pizza and cakes قال لها انا اكلت pizza وايه وكيك في سؤال لا لها الحفلة بسبب ان مدرستنا حصلت على الجايزة انها احسن مدرسة في المدينة واضح ان الام بتقول له تب ليه عملته حفلة كلمة يقيم او يعقد حفلة اسمها hold وفي الماضي طبعا held held هنا قلت له عندنا why did the school hold the party why did the school hold the party ليه المدرسة اقامت ايه حفلة طبعا قال لها حصلنا فهنا رمضان بيقول it was because our school one price is the best school in our city حفلة عملت عشان احنا كنا افضل مدرسة في المدينة فالاما قلت له لذلك يبدو انت سعيد او انت فرحان يلوك ايه ينفع اقول كمان مبروك ليك سؤال التاني في الامتحان هو سؤال المواقف اطلب من صاحبك انه ما ينساش انه يصلح جهاز الكمبيوتر حاجة اسمها التأكيد اللي هي عندنا وكذا فقول له عندنا كده don't forget to fix the computer your father asks you how you did in your English exam الاب بيسألك عملت ايه في امتحان الانجلش express certainty كلمة express certainty عبر عن التأكيد انت بتقول له انا متأكد ان انا هنجح او متأكد ان اجيب درجة نهائية وهكذا فادر اقول صاحبك بيعزمك على حفلة موسيقية وانت قبلت الدعوة قبل الدعوة بقول له نروح على السؤال التالت في الانتحان هو سؤال قطعة فهم في الواقع يجب ان احنا نهتم ونحب القراءة هواية مفيدة وضرورية في الحياة اليومية عشان كده هي الهواية المفضلة بتاعتي وانا بحبها فكلمة ات عيدة على حاجة اسمها ايه الريدنج القراءة يجب ان نقرأ كثير من الكتب اثناء وقت فرغنا عشان نوسع مداركنا المعرفية نرجع تالين يقول الجملة دي شاب تاني كده لها بعد ايه يعني يوسع مدى معرفة يعني يوسع مدى المعرفة بتاعتنا بنحصل على افكار جديدة ومعلمات كتيرة بيها تساعدنا ان احنا نحسن حياتنا نخليها افضل نشجع الطلاب والتلاميذ يروح المكتبات المدرسية للقراءة والاستعارة القراءة والكتب تدينا فرصة عظيمة جدا نفكر طريقة كويسة بالرغم ان احنا بنعيش في عصر التكنولوجيا الحديثة نحتاجين نهتم بالقراءة الكتب المختلفة الكتب بتساعدنا ان احنا نروح في اي مكان واي وقت يعني انت لو تقرأ كتاب دلوقتي حالا انت قعد مكانك الكتاب ده بافكاره تقدر توديك اي مكان وفي اي وقت انت عاوزه يعني لو بنقرأ قصة تاريخية فانت بزهنك وبعقلك وبخيالك بتقدر تروح العصر التاريخي اللي بتقرأ فيه دوت وتتخيل الاشخاص والوقائع والاحداث وهكذا عندنا في مدرسنا كمبيوتر انترنت لكن احسن صديق ليك يعني كتاب قيم كلمة value يعني قيمة وفالابل بوك يعني كتاب ايه زو قيمة او قيم شوف اول سؤال يا شباب why should you read a lot of books ليه يجب ان تقرأ كتب كثيرة ان عشان نوسع مداركنا ومعرفتنا او ممكن عندنا to get new ideas او ممكن عندنا to think والكل الايجابات تقع تحت بند ايه المعرفة وتطوير معرفتنا where can be able to power books اين يمكن للطلاب استعارض كتب او من المكتبة او from the school library what do you think the best friend in this passage is في رأيك انت ايه هو احسن صديق في هذه القطعة بالنسبة لك انت ان available a book فعندنا i think it's a valuable book اختيارات reading is in our daily life القراءة في حياتنا لا يوظف البس ولا necessary ولا يوظف ال and necessary ولا فالاول بس قلنا ايه useful and necessary يعني مفيدة وضروري the underlined word والنعرى من حل ان كلمة it توشير الى مين الى reading روح على اسئلة الريدر black beauty john mally طبعا دا كان شخصية عظيمة جدا وتفاهم جدا وعنده خبرة كتيرة بالخيول كان سكواير جوردون زي ايه هلبر سكواير جوردون زوايف زوجة سكواير جوردون letter c named black beauty his name او this name هي اللي سمت black beauty هذا الاسم قايت له ايه ساعتها is a perfect handsome horse دا حصمه متاز وواسيم جدا فسموه black beauty لانه هو لونه كان اسمر number three سكواير جوردون طبعا هنا يا شعب letter d try to make black beauty cross the bridge كان بيحاول يخلي black beauty يعبر الكبري لكن black beauty اسمعش الكلام وانقذهم آآ عند الكبري black beauty طبعا letter cam letter a help ginger to get out the table هو اللي ساعت جينجر لما قاعد يندع عليها تخرج برا ايه الاستطلاط المشتعل روح على سئلة in what ways are horses better or horse than machines بأي طريقة ممكن تكون الخيول افضل او اسوأ من الالات عايز يعني مقارنة ما يعني بين الهورسيز وبين الماشينز الالات فقلنا كده يا شباب i think machines are better دلوقتي حاليا الماكينات افضل ليه بقى because they can work for long time without interest ممكن يشتغلوا فترة كبيرة جدا 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 من الراحة بينما الخيول عايزة اكل وشرب وطعام وعناية ودكتور بايتاري وحد يرعاهم واستطلاط لكن المكان اهو شغال محتاج بس ايه شوية صيانة بس كده كل فترة لكن يقدر يشتغل اسرع من الخيول ويشتغل كمان فترة طويلة بدون راحة ده رأيك انت شخصي واحد تاني ممكن يقول لا عندنا يقول مسلا عندنا ممكن الخيول تنقص ارواح الناس زي ما حصل في القصة بتاعتنا بس احبنتكلم على ايه دلوقتي على احنا نستخدم ايه اكتر دلوقتي الدرس المستفاد اللي تعلمتوا ان هذه القصة اللي هو شعار القصة الخيول ليست آلات لكن لها تملك مشاعر عندها مشاعر مثلنا مثلنا هم مين يعني هم البناء دمين او البشر روح على السؤال السادس السؤال هو لم يعطي بسبب تأخيره مدناش سبب للتأخير ده ايه بالضبط كلمة سبب يعني ريزن ريزن يعني سبب في عندنا كلمة ناسمها بس تاخد لكن هنا ريزن يبقى هو لم يعطينا سبب مقنع للتأخير طبعا يعني كأس يعني لغة يعني رحلة يجب علينا ان نتعلم كيف نعمل حاجة اسمها كده ريسايكل للربش اللي هي اسمها ايه ريسايكل يعني يعيد استخدام طبعا سايكل يعني قود درادة وصيركل يعني دائرة وثرو يعني يرمي لكن الشيء اللي احنا محتاجين نتعلمه اعادة تدوير المخلفات المدرب بيعمل مع اللعبين عشان يخليهم يفوزوا بيشجعهم يعني شجع بنت دي يعني يدهن او دهن حيطة او طلق طلق يعني يعني راجع وستبد يعني توقف كان في عشر تلاف ايه حكم لا اكيد مش عشر تلاف فريق لكن كان في عشر تلاف مشجع اسمهم اما يعني خصوم كلمة يا شباب زي هزا كلمة تاخد يبقى جوائز جوائز تمدح العلماء والكتاب واخرين يبقى يسمها جوائز اووردس يعني جوائز يعني مختلعين يعني كلمات تويز يعني لعب وحلى السؤال السابع في الامتحان هو سؤال اللي هو شكرا يا ابي لقد ساعة تاني عايزنا تفقنا انه ممكن نحول اي فعل في الجملة الى اسم اسم فاعل يعني هو اسم الجيرون بيضافة اي انجي فكلمة هلبنج هنا المساعدة فهقوله شكرا على المساعدة يا ابي تب ازا اقول يا ابي باللغة الانجليزية احط قبل الاسم اللي انا بكلمه كما اصبحت نداء فاقوله كده شكرا على مساعدتك يا ابي هاني هو اللي زين شايته عايزين نبدأ بكلمة هاني اسفلات في اول الكلام ده بنبص كده على كلمة فلات هنا يا شباب موقعها في الجملة هنا ايه مفعول به اللي هو هاني فاعل فعل مفعول به يبقى هاني سبجكت فعل ده الابجكت هو بيقولك ابدأ بالابجكت ده تحويل من اكتف لباسف من مبني للمعلوم انه مبني للمجهول ازاي نحول بنقسم الجملة تلات اجزاء فاعل فاعل مفعول به ونبدأ المفعول به اللي هو هانيس ايه فلات يبقى هنبدأ هنا اقول هانيس فلات ونبص على زمن الجملة لازم نجيب من عندنا احنا verb وبمناسب am is are was where الجملة ماضي يبقى عايز was aware الشقة مفرد يبقى was وتصريف التالت الافعال المنتظمة هي هي تصريفها التالت هو التاني يبقى كده هانيس فلات was decorated عايز تقول بقى باي هم ماشي مش هحاوز احسن ما نكملش نقف لعد كلمة ايه دي بقى شقة هاني ايه تم تزيينها قد ارسلته الى ابن عمي بريد الكترودي اشتغل بكلمة ايه اخدنا كلمة ارسله او افعال اسمها افعال متعدية يعني ايه فعال متعدي يعني يجي بعديه اتنين ما فعل به عاقل ثم غير عاقل طبعا عايزين نحط حرف جر نبدل بقى نبدل غير العاقل ده مع العاقل ده هي بقى الجملة والجمل دي قررت مرة يجيب لنا ساعات مرة يقول لنا بيبدل العاقل ما كان غير العاقل وحط في النص بينهم ايه حرف الجر اللي هم ادهوا لتو او فور مع بعض الافعال اخر سؤال في الامتحان هو سؤال اكتب بارا جراف مية وعشرة كلمة على اللي هي ايه ماي فيفرات سبورت هبدأ اقول له كده ماي فيفرات سبورت الاول كده جومنا في تاحية هتكلم في موضوع مهم مهمة جدا للعقل والجسم الجسم والعقل تجعلنا لائقين بدنيا وناشطين بحب امارس رياضات كثيرة جدا في وقت فراضي بحب انهي لده بقى هنا المضوط عن قر القدب هقول بقى بلعفين وامتا ومعمين وبشجع انه فريق وانه لاعي وهكذا بلعب في فرق المدرسة ماي فيفرات تيم از الاهلي انت براحتك عايزها الزمالك عايزها ليفربول عايزها بارشلونة بتفرج على كل مطشاط الاهلي في الاستاد مع اصدقائي محمد صلاح لعب مدهش بلعب فرق كويسة اسمها ليفربول في انجلترا بتفرج على كل مطشاط بتفرج على كل مطشاط محمد صلاح في التلفزيون مع عائلتي العائلة عندي بتشجعني انه لاعب كويس زي محمد صلاح عندنا وريات ومنافسات كتيرة في المدرسة فوزنا كزا مرة خدنا مداليات لها جميل لعبة مثيرة اعلمتني بقى ايه اكون متعاون في الفريق بتمنى اكون لاعب مشهور في يوم الايام وينفع في الاخر اكتر كده التوصية برا شرح لكم تعملوا الرياضة كل يوم وهكذا براكراف سهل جدا جدا يا شباب كده الحمد لله احنا خلصنا سامبل تيست فورتين ان شاء الله فضل لنا قطحان واحد هو سامبل تيست ففتين اتمنى يكون الفيديو مفيد لكم من التوفير الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته